مواصلة لتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه اللورعاء سلمت المؤسسة الملكية للعمل الإنسانية سبع سيارات إسعاف للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لصالح المستشفى الميداني الأردني في غزة كما اطلع الوفد خلال زيارته للعاصمة الأردنية عمال على إجراءات علاج المرضى والجرح الفلسطينيين في مركز الحسين للسرطان وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ علي بن خليفة الخليفة الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بقيادة اسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب تواصل جهودها في دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة حيث قام وفد من المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتسليم سبع سيارات إسعاف مجهزة بالكامل منها عيادتان متنقلتان هدية من مملكة البحرين إلى المستشفى الميداني الأردني في غزة والتي قدمتها كاف الإنسانية وجمعية مناصرة فلسطين من خلال لجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الأشقاء الفلسطينيين في غزة من جانبه أشهد الدكتور إحسين الشبلي الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتوجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعا بتقديم العون للأشقاء الفلسطينيين في ظل ظروف الإنسانية التي يمرون بها جراء الحرب الدائرة في غزة مشيرا بأن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية قامت باستقبال مجموعة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين من أهالي غزة الذين يتلقون العلاج حاليا في المستشفيات الأردنية اشتركوا في القناة